ظروف صعبة يعيشها المواطن في مدينة المكلة وبقية مناطق محافظة حضرموت مع اقتراب عيد الأضحى المبارك فالملابس والاضحية تمثلان الهمة الأكبر لرب الأسرة عندما يكون الدخل لا يلبي الاحتياجات الضرورية يأتي العيد هذه السنة في 2024 عيد الأضحى والوضع الاقتصادي متدهور جدا وأحوال الناس في أسوأ حالاتها طبعا مع ارتفاع الميزة الأساسية في عيد هي الحوم العيد ويصل رأس العيد أو الغنم إلى ألف سعودي فيما أدنى مستويات الرواتب لدى المتعاقدين مثلا 50 ألف الموظفين ما يتجاوز 90 ألف فالناس تعيش أزمة خانقة وضيق معيشة بشكل لا يتصور ذون استثناء الغلاء في كل شيء ويعود هذا في المقام الأول إلى التدهور الواضح العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وانهيار اقتصاد البلاد وسببه غياب الرؤية الاقتصادية التي تنقد المواطنة من جحيم الأسعار بالرغم من الحالة المعيشية التي يصطل بنارها المواطن إلا أن مناسبة عيد الأبحى ترتبط بشعيرة دينية عظيمة وهنا يصبح السرور واجبا مفروضا لدى الكثير وتجني بكل منغصات الوضع المعيشي معتز النقب يمن شباب المكلة